على مد البصر وامتداد هذه المساحات الشاسعة تتنوع محاصيل الحبوب المتوقع إنتاجها مع نهاية موسم الحصاد والدرس هنا بولاية أضرار لا صوت يعلو فوق صوت الحصادات توقعات بإنتاج أزيد من مليون قنطار من الحبوب ما يقارب 23 ألف هكتار إجمالي المساحة المزرعة بزيادة تقدر بعشرين بالمئة يتوقع أن يكون نصيب القمح الصلب منها أكثر من ثمانمائة ألف قنطار وخمسة آلاف قنطار من القمح اللين بالإضافة إلى الشعير والخرطال تقريبا يعني عن المساحة في الأحيالي هذه السنة المسقية هي 17 ألف ومئتين وخمسين يعني هكتار مقارنة بالسنة الماضية اللي كانت 14 ألف فعند تقديرات هذه السنة لمليون وعشرة آلاف قنطار فيها ثمانمائة وعشرين ألف تحت الرش المحوري ومئتين ألف يعني هي من الفلاحة يعني أو ما يسمى بالفلاحة التقليدية كل الظروف مهيئة سواء من نقل وعالة حصاد وعالة ربط الثمن سنة هذه عندنا إن شاء الله مردود إن شاء الله من الخمسة وعبعين فما فوق إن شاء الله سنة إن شاء الله تشير بالخير إن جميع الإمكانيات متوفرة وهنا ولاية المنيعة يجرد باطنها بقدر شساعتها فتنبت من قمحها وشعيرها ما يذهل ناظرها توقعات بإنتاج ما يزيد عن ثمانمائة وخمسين ألف هكتار على مستوى مئتين واثنتين وعشرين مستثمرة فلاحية بمساحة إجمالية تفوق ثمانية عشر ألف هكتار منها ما يزيد عن ستة عشر ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح الصلب وخمسة وتسعين هكتار للقمح اللين بمردود إجمالي متوقع ما بين ستين إلى سبعين قنطارا في الهكتار الواحد هذا السنة إن شاء الله رحنا نعوله الى ثمانمائة وخمسين ألف قنطار والسنة القادمة إن شاء الله إذا كانت زادت توفرتنا بعض إمكاني إذا زادت دخلت بعض حوالي تسعين ميرش اللي رح تدخل في القدمة رح إن شاء الله نوصل إلى مليون قنطار إذن يعني عندنا تلتعاش الولايات اللي رح نمونها بالبذور هذه كانت سابقة بالنسبة لهذه الولايات الخاصة الجنوبية المنيع وأضرار عينتان فقط عن إرادة سياسية حقيقية لجعل الصحراء بل الجزائر كلها أرضا تطعم أهلها وتذر مالا من عائدات صادراتها هي استراتيجية دولة سخرت من خلالها كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمرافقة حملة الحصاد والبرس ورفع حجم الإنتاج بشكل عام حيث تم توفير عشرات الشاحنات والمعدات وفي مقدمتها الحصادات وقبل هذا توسيع المساحات المزروعة خصوصا تلك الممنوحة في إطار الامتياز خاصة في الصحراء وبواسطة استصلاح الأراضي بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة من طرف السلطات المحلية والمصالح الفلاحية على غرار منح رخاص حفر الآبار والكهرباء الفلاحية والنقل المجاني للمنتوج بالإضافة إلى مخازين الحبوب وزيادة سعة استيعابها فضلا عن الدعم اللوجستي المقدم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعد استراتيجية التشجيع ومرافقة المستثمرين بتوفير معدات الحصاد ووسائل النقل دافعا كبيرا لهم لزيادة الإنتاج في المحاصيل الفلاحية في قطاع الحبوب ومستثمرة الطب مختار نموذجا ناجحا عن ذلك رحى الدولة وفرت أسطول مكشل ما شافوش أسطول من الشاحينات لنقل الحبوب والحمد لله النقل للحبوب ما لعدنش حتى مشكل وليحد الساعة اليوم رحى مفرتنا لدولة زوج شاحينات لكل آلة حصاد زمالها قضية